السلام عليكم دعت الوكالة الوطنية للتشغيل المستفيدين من منحة البطالة الذين تم توقيفهم بالخاطئ على أساس أنهم عندهم بطاقة رمضية التقرب من مصالحها لتسوية وضعيتهم بعد أن تأكدت من عدم ملكيتهم أي سيارة يعني كامل حبس له المنحة بالخاطئ يتوجه إلى وكالة التشغيل مرفق بتصريح شرافي يؤكد عدم امتلاكه لمركبة من الصنف 0 إلى الصنف 8 على مستوى 58 ولاية وشهادة إدارية لإثبات عدم حيازته لبطاقة رمضية صادرة عن مصالح بلدية الإقامة يعني مكتب حركة السيارات مع نسخة من الشهادة الاستفادة من منحة البطالة وبالنسبة للتحقيقات الاجتماعية لدرهم حول النساء المتزوجات لدون مؤهلات فعلية اللي استفادوا من منحة البطالة دعوهم للتقرب من الخلايا الجوارية للتضامن مصحوبات بالدفط العائلي وبطاقة تعريف الوطنية للمعنيات وأزواجهن أما بالنسبة للشروط الخاصة بمنحة البطالة لم تتغير ولم يتم حتف أو زيادة أي شرط من شروط الاستفادة باستثناء ممن يحوزون على البطاقة رمضية أو الشباب المعنيين بالأداء واجب الخدمة الوطنية ولا لأجل الموعد التحاقهم لأداء هذا الواجب هنا لازم على المستفيد من منحة البطالة تسوية وضعيتهم بشكل نهائي اتجاه الخدمة الوطنية أما بالنسبة لتوقيف منحة البطالة هناك 50 شرط وتشمله في طلبات العمل غير مفعلة أو أن يتجاوز المستفيد سن 40 سنة أو في حال رفض طالب المنحة توجيه للعمل أو أن يكون منتسبا إلى أحد سندق الضمان الاجتماعي لكناس أو الكازنوس والانتساب إلى الصندوق الوطني للتقاعد أو الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبيطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأحوال الجوية من الشروط الإقصاء كذلك انتساب الزوج إلى أجهزة وزارة الدفاع الوطني أو أن يكون حائزا على بطاقة فلاح أو بطاقة حرفي وفي حال ما إذا كانت الوضعية المتعلقة بالخدمة الوطنية غير مبررة أو الإدلاء بتصريحات كاذبة أو أن يكون ملف طالب المنحة غير مكتمل أو خاطئ بالإضافة إلى انتساب الزوج للصندوق الوطني للتأمينة الاجتماعية للعمال أجراء أو الصندوق الوطني للعمال غير أجراء والصندوق الوطني للتقاعد أو جهاز المساعدة على الإدماج المهني وإذا كان دخل الزوج يتجاوز 13 ألف دينار ومن شروط الإقصاء أيضا أن يكون رقم المستفيد خاطئا أو بطلب من المعني بالأمر كل محكم عليه بالسجن أو بسبب خاطئ في حسابه البريد ولمتواجد خارج التراب الوطني بتوفيق للجميع